دلوقتي مشاهدين بعد مجز الأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والكهرباء حيث تنول الاجتماع متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية إلى جانب السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق اليوم فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى وتستمر فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام بمطار العالمين الدولي في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة مائة دولة وثلاثمائة شركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غدا بالعاصمة الصينية بكين في منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك ويحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمنتدى وعددا من الجلسات رفيعة المستوى حيث سيلقي مدبولي كلمة مهمة خلال جلسة معنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء وعلى هامش المنتدى سيعقد رئيس الوزراء مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين فضلا عن عدد من المقابلات مع مسؤولي أبرز الشركات الصينية كما سيشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثمن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الدور المحوري والوطني الذي يطلع به الإعلام المصري في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر وخلال لقائه رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر استعرض وزير الخارجية أهم أولويات السياسة الخارجية في الوقت الحالي وتقييم مصر للتحديات والأزمات في محيطها الإقليمي وعلاقتها مع الشركاء الدوليين والجهود التي تبذلها مصر لحل حالة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاستشهد طفل وإصابة والده برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طول كرم كما اقتحمت قوات الاحتلال ضحية عزبة الجراد شرق مدينة طول كرم ودهمت أحد المنازل بعد محاصرته واستإطلاق القنابل الصوتية وقامت بتفتيشه وإخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات أكد موقع أكسيوس أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة عن المفاوضات بشأن قطاع غزة تشير إلى أن المقترح الذي يجري العمل عليه الآن سيتم الانتهاء منه دون التشاور بين الولايات المتحدة وإسرائيل ووفقا لموقع أكسيوس فقد أبلغ مستشار الأمن القومي جيك سوليفن عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة أن بايدن يدرس تقديم اختراح نهائي لإسرائيل وحركة حماس لإطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة وقال بايدن في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو لن يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار أكد الجيش الأمريكي أن قوات الحوثي هاجمت ناقلتين نفط خام هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلولاجون التي ترفع علم باناما في البحر الأحمر وصفا الهجومين بأنهما أفعال متهورة وأعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف السفينة بلولاجون بعدة صواريخ وطائرات مسيرة لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي هاجمت السفينتين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة انتحارية ما أدى إلى إصابة السفينتين وقال مصدران ليرويترز في وقت سابق إن السفينتين كانتا تبحران على مقربة من بعضهم البعض عندما أصيبتا لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت رطلاً عسكرياً للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير دبابة أوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة لانسات بالقرب من قرية فلانشاسك في مقاطعة خاركيف انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل